بسهر الخير حبابيب العبطال النهاردة معاكم مستر هاني منسي في توضيح حاجة جديدة ومهمة جدا جدا خلي بالك لو سمحت لو انت عملت البحث بتاعك ما تقدموش لعدموده دلوقتي احنا النهاردة 14 فلو سمحت اجل اجل كل حاجة لان فيه جديد في تقديمات وفي البحث فيه اوالب جهزة اول انت مش هتقدم البحث بتاعك دلوقتي فيه اوالب جهزة حددتها وزارة التربية والتعليم في مركز لو سمحت معايا كده ركز معايا عشان تعرف ازاي تقدم البحث بتاعك اولا انا ببحث في وزارة التربية والتعليم بالشكل ده يو كان جوجل ات في الثلاث نقط اللي على اليمين ركز معايا انا هقول بسرعة ولو عايز ترجع تاني وتعيد براحتك ديسك توب سايد او لو بالعربي سطح المكتب بتظهر كسطح المكتب وبعد كده من الاختيار الاول علي مين ده مكتب او موقع الوزارة في موقع وزارة التربية والتعليم استنى لما يحمل وتنزل تحت شوية بعد ما يحمل بالشكل ده وتنزل تحت شوية خالص هتلاقي الجديد اللي في الموقع كل الجديد والموجود في الموقع في حاجة مهمة جدا جدا اللي هي خاصة بالبحث وبيقول لي مواضيع المشروعات البحثية هتظهر دلوقتي المشروعات البحثية مواضيع المشاريع البحثية المقررة على كل المراحل بص معايا كده بعد ما حملت الاختيار الاول التاني بالزبط التاني المشروعات البحثية الاختيار التالت مواضيع المشاريع البحثية المقررة هدوس عليها بالشكل ده بيظهر لي المعايير انك انت تكتب عنوان جذاب وتعرض المشروع بطريقة من الزم وتستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة تلتزم بعدد الكلمات المحددة اللي مدهي لك بعد كده تلتزم بجميع محاور المشروع مراعاة القواعد النحوية والاملاعية وعلامات ترقيم ويتم رافض المشروع بس لو التطابق مع مشروع آخر هننزل كده يا بطل ده المهم عندي انا عايز اقدم المشروع ما تقدمهوش باي شكل من кто لازم جلب تحط في المشروع بتاعك ركز كده معي لو انا مثلا في سنة في ابتداعي فبحدد المرحلة الاول هقول المرحلة الابتداعية سنة كامي ابتداعي في تلت أبتداعي مثلا هحدد تلت أبتداع اللي هو الصف بتاعي ده نموذج انت هتعمل عليه لو في الاعدارية تختار الاعدارية وتختار الصف بتاعك ابتداعي ق LE 3 ربعة خمسة ستة ابتدائي وتختار انا بعرض المشروع بتاعي البحس خطوات البحس ايه هي دي اللي قلنا عليها من العين دي بجيب خطوات البحس بتاعي يحمل بشوف خطوات البحس بتاع اللي انا عاوزها طيب انا مش عايز او مش بصادت دلوقتي الموضوع ده انا عاوز ايه انا عاوز القالب الاول مثلا انا هاعرض هشوف انا عندي اربع قوالب بالنسبة الابتدائي وتلت قالب بالنسبة الاعداد دي ركز معايا كده كويس في خنتين عرض اللي بلا اخضر العين الخاضرة دي او داونلود تحميل طيب هنا بقى لو انا دست الاولى خالص البحس لو انا القالب اللي موجودة عندي ايه سياحة طاقة صحة ماء شوف العرض بتاعك انت عايز اي قالب من القالب اللي تحت دي يا بطل تمام خلاص انت عرضت او قبل كده عرضنا في فيديوهات قبل كده ازاي وكل وكل واحد تعمله ازاي تمام طيب نرجع للقالب الاول مثلا انا عايز القالب الاول اللي هو ده طيب انا هعمل ايه هعرضه دلوقتي اشوف العرض بتاع القالب الاول اللي انا هكتب في او هفرغ في المعلومات اللي انا جبتها وبحست ودورت وخلال الفترة دي كلها لغاية ما يجي ويحين وقت تقديم يقولك يلا بطل هنقدم تروح انت تكون جاهز ومنزل المعلومات بتاعتك في الكود او في القالب ده تعالي نشوف القالب الاول القالب ده لو انت تلاحز كده ان ده يعني انت مش تقدر تكتب فيه ده للعرض فقط هتكتب هنا بس بعد ما تعمل داونلود هتعمل داونلود ولو انت هتتكلم او هتبعت من الموبايل بتاعك هتحمل برنامج وورد مايكروسوفت وورد من الموبايل بتاعك عشان تقدر تكتب فيه بس هنا دلوقتي مش هتقدر تكتب افهم كويس القالب ده للعرض بس طب انت طب انا عايز اكتب فيه طيب هتعمل له داونلود هقولك ازاي دلوقتي وهتكتب في قد العرض بتاعك وتجيب صورة وتحطها هنا وهنا صورتين طالب منك وبعد كده النتائج تكتبها هنا والعناصر تكتبها هنا يبقى انت خلصت المشروع بتاعك بس ما تقدمش غير لما يقول لك ويطلع الوزير يقول قدمه يا جماعة هنقدم تمام يبقى دا عرض طيب انا عاوز بقى اكتب في الكلام ده وجهز فيه اعمل ايه بس يا سيدي اولا انت هتحدد الاول الموضوع بتاعك ايه عشان تحمل القالب بتاعك لو انا مثلا هكتب انا في تلتبتدي وهكتب عن السياحة مثلا اعمل ايه اروح طالع من ده تمام بدل اعرض كده القالب الاول عن السياحة اروح اعمل داونلود هيقولي حمل او اتحمل داونلود الفائل ده حملت طيب بعد ما حملت الداونلود هاجي اقولك بعد كده بعد ما تحمل داونلود هقابلكم مرة تانية ونكمل الفيديو اوكي كتاب المل صف جيدت مهم للم زمين 40 تكстраية صرف الالقارس اعنا الإuinس عندما تحمل صف جزيز بات من كل مجل combinations شكرا